اهلا بكم الى موجز الاخبار من يمن شباب استشهد اربعة اشخاص وجريح اخرون اثر انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبي ظهر اليوم بمدينة المخى غرب تعز واشارت مصادر محلية الى ان الانفجار نتج عن انفجار عبوة ناسفة زرعت في السوق الشعبي داخل مدينة المخى ما ادى الى مقتل اربعة واصابة العديد من المتواجدين في السوق اعلن الفريق الحكومي في لجنة التنسيق لاعادة الانتشار اعادة فتح المنفذ الجنوبي لمدينة الحديدة الخاضع لسيطرتها امام طريق القافلات الاغاثية والمساعدات الانسانية واوضحت مذكرة لرئيس الوفد الحكومي في اللجنة اللواء الصغير عزيز الى قائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايك لوليسغارد ان قوات الجيش فتحت الممرات من كيلو ثمانية باتجاه كيلو ستة عشر والطريق الساحلي اعلن التحالف العربي استعداده لاعادة الانتشار وفقا لاتفاقية ستوك هولم داعيا للامم المتحدة والمبعوثة الاممية لليمن للضغط على المليشي الانقلابية لتنفيذها وقال التحالف في بيان ان الانقلابيين الحوثيين يماطلون في تطبيق اتفاق الحديدة بهدف تعزيز قدراتهم العسكرية في المدينة محملا المليشيا مسؤولية فشل تطبيق الاتفاق قال مايك لوليسغارد قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة ان مجلس الامن الدولي سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل حول اليمن وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد واكد الجنرال الدنماركي خلال اجتماعه مع مليشي الحوثي في مدينة الحديدة ان انظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة الى ان يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة حقق الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا بفرض سيطرته على اعلى سلسلة جبلية في منطقتين الرزمات التابعة لمدرية الصفراء والنقعة بمدرية كتاف في محافظة صعدة وقال مصدر عسكري ان وحدات من اللواء حرب واحد سيطرت على جبل نواف الاستراتيجي المطل على مناطق الرزمات والنقعة وظهران الجنوب في السعودية وذكرت المصدر وذكر المصدر ان قوات اللواء حققت تقدما كبيرا وسط خسائر كبيرة للحوثيين في الارواح والعتاد اندلعت مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية وميليشيا الحوث الانقلابية في مدرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وافتت مصادر ميدانية ان مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيا الانقلابية اندلعت عقب محاولة تسلل فاشلة للميليشيا باتجاه موقع الاريال بمديرية ذي ناعم اختتمت السلطة المحلية بمدينة تاعز اليوم فعاليات الاحتفاء بالذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير وجاء الاختتام في حفل فني وخطبي اقامته اللجنة التحضيرية المنبثقة عن السلطة المحلية تخلى له عدد من الفقرات الفنية الانشادية والخطابية شيع اليوم جثمان السفير عبد الملك سعيد الى مقبرة المغربة بمدينة تاعز وتقدم المشيعين رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وعدد من المسؤولين وكان جثمان الفقيد وصل الى عدن صباح اليوم وصلي عليه في جامع حقات قبل ان يتم نقل جثمانه الى محافظة تاعز ليوارى الثرى نهاية الموجز دمتم ودام اليمن بألف خير الى اللقاء